في جلسة عقدت لمناقشة الازمة السياسية في ايطاليا التي اعقبت انهيار الاتلاف الحكومية رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي يشهر استقالته امام مجلس الشيوخ اعتزم اكمال هذا الانتقال السياسي بالقول انني بعد الاجتماع اعتزم ان اذهب الى رئيس الجمهورية واسلمه خطاب استقالتي استقالة تأتي بعد خلاف طال امده مع زعيم حزب الرابط ماتيو سالفيني حول سياسات تدبير مجموعة من الملفات لا سيما ملف الهجرة الا ان قرارات سالفيني بانهاء تحالف الحكومي والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة شكل كنها الخلاف قرارات اعتبرها كونتي لا مسؤولة ويمكن ان تعصف باستقرار البلاد القرارات التي تم اتخاذها من طرف سالفيني لم تحترم البرلمان ويمكن ان تؤدي لتعميق الازمة والانزلاق لحالة من عدم الاستقرار السياسي والمالي انتقادات رئيس الوزراء لزعيم حزب الرابط لم تقف عند هذا الحد بل اتهمه بالسعي للاستفادة من شعبيته المتزيدة وتعريض الاقتصاد للخطر من اجل مكاسب شخصية وسياسية وخلال هذه الجلسة بدت القطيعة امرا واقعا مع التصريحات اللاذعة التي تبادلها الطرفان ساواصل المضي في تفعيل قراراتي حتى ولو كانت قاسية على البعض مع القوة الكبيرة لكون انسانا حرا ولا اخاف من حكم المعارضين وتجد حكومة كونتي نفسها امام خيار الاستقالة او مواجهة حجب الثقة عنها بعد ان فقدت غالبيتها في البرلمان اثر انهاء حزب الرابط تحالفه مع حركة خمس نجوم في الثامن من غشت الجارية بعد 14 شهرا فقط على تشكيل الاتلاف الحكومي بين الطرفين اشتركوا في القناة